كابتن هاني من منطلق بقى زي ما حضرتك قلت كابتن محمود الجهري كان بيكلم معكم منطلق The winner takes it all أو الكسبان هو اللي في الآخر بياخد كل حاجة كمان كيروش الحياة كان ليه تصريح تصريحهم يعني من وقت قليل جدا وكان من نفس المنطلق قال نفس الكلام أنه برضو الفريق الكسبان هو اللي بياخد كل حاجة وتغادوا عن كل اللي بيحصل أي مكان وأي أن كان التصريحات وأي أن كان الواقع فعايز أسألك على فكرة يعني دايما المشاهدين أو دايما الناس اللي بتفرج على الكرة بي عندهم دايما تساؤل في غرف الملابس بيحصل فيها فيه كواليس كتيرة جدا جدا في غرف الملابس خلينا نتكلم على مستوى التحضير الأول المستوى دايما هدخلكم معايا وإحنا بننفرج على الدور الأول مش حاسين أن فيه شخصية منتخب المصري أنا دايما بقول أن خاصة البطولات الأفريقية دي البطل بيتولد جوه البطولة إزاي بيتولد جوه البطولة عملية النجم تجميعة اللعيبة خلي بالك اللي خلانا نكسب في 98 مش بس التاكتك الكويس والشكل الفني لكن عايشين إزاي أثناء المعسكر إحنا كنا تقريبا 24 ساعة مع بعض حتى لما بيكون ما فيش تدريبات من جمعين مع بعض يعني إحنا كنا عاديين في بانجلوس كده فهتلاقي مثلا 12 واحد هنا و10 هنا ومن الجمع بعض فيه روح دي مهمة جدا روح البطولة بتتولد جوه البطولة إحنا شفنا الكلام دوت بصراحة في مباراة ساحل العاج يعني الروح وشخصية المنتخب المصري بانت في روح اللعيبة في مباراة ساحل العاج وتكررت في مباراة المغرب هي دي الروح اللي أنا متفائل بالنسبة لأنني عشت أنا لعبت الحمد لله شرفت مصر في ست بطولات أفريقية فأنا عارف البطولات دي مزيتها أن أنت مش مستوى فني بس مين يقول أن الجزائر حامل اللقب يخرج مين يقول أن غانا البلد القوية جدا تخرج مين يقول أن تونس تخرج مين اللي يقول من النحية التانية أن مثلا جزر القمر تعمل تكمل وتوصل إمكانيات فنية قليلة مع روح قتالية وحرب وتكاتب كويس صدقني ممكن يعمل الفرق الكبير دائما حتى التعليق اللي بيتقال عن المنتخب المصري من الجميع الحقيقة من المصريين وغير المصريين المنتخب رجالة يعني هم فعلا خايفين على اسم مصر عايزين يفرحوا الناس فيه محترفين عدد محترفين بعيبة محترفين موجودين شايفين بينزلوا فعلا بكل قوتهم لحد بقى خايفة وقدر يقولوا لحد